رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببدء الحوار الوطني بعد إجازات عيد الفطر المباركة وأكدت أنها أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده حوار الوطنية وتتضمن تلك المقترحات قوانين الأحزاب السياسية وتنظيم العمل الأهلي ومفاوضية مكافحة التمييز وتشريعات الواردة في استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأحزاب كافة وكل المهتمين بالإصلاح السياسي تدعوهم للاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني بمقترحات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة كما ترحب أيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح السمرار للشراف القضائي على الانتخابات وتؤكد أن هذا المقترح يمثل ضمانة إضافية نحو انتخابات تتم بديمقراطية كاملة وبشاففية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية